طيب الآن الاتهامات أصبحت متبادلة البعض يقول أن هناك اتهامات موجهة لتيك توك بالتجسس فبالتأكيد سينطبق هذا الأمر على المنصات الأمريكية أيضا بطبيعة الحال أنا قلت في مداخلتي في بداية البرنامج أن الصين لديها أيضا ورقها الناعمة وأيضا قوتها الناعمة في هذا المجال لكن للأمانة وللأمانة التطبيقات عندما تقومين بفتح ميتا داتا والبرايفاسي داتا أي حماية وأمن المعلومات في تطبيق تيك توك الذين تحدثوا عنه وفي فيسبوك تجدين أن تعدي فيسبوك ما نسميه هذه الخيارات الأمنية التي تأتي مباشرة بدون أن يقوم بتفعيلها المستخدم أكثر لدى فيسبوك من تيك توك تيك توك لا يقوم بالتفعيل التلقائي للمايك ولا للكاميرا ولا للصور لا يقوم بالتفعيل التلقائي لمكان تواجدك أو ما نسميه باللايف أكتيفتيز واللايف لوكيشن إلا إذا سمحت له بتفعيل هذه الخاصية بينما تطبيق ميتا وفيسبوك وبعض التطبيقات الأخرى يأتون بالتنزيل عند التنزيل كل هذه التطبيقات هي باي ديفولت مفعلة على جهازي فلذلك لست في وارد معرفة ولست في وارد مقارنة أيهما أكثر تعديا على أمن وحماية المعلومات لكن ما أؤكده أنهم كلهم يريدون أن يحصلوا على هذه المعلومات بكل الوسائل والطرق المشروعة وغير المشروعة تحت بنود الشروط والأحكام التي يقوم هذا المستخدم للأسف الذي لديه عقد إذعان بدون الموافقة على هذا العقد لا يمكن أن يستخدم التطبيق وهو في الغالب ليست لديه الثقافة الأملية كما ذكرنا وإذا لم نقم باختيار هذه الشروط والأحكام هل تقومون بتنزيل التطبيق؟ هذا أيضا سؤال مهم ترجمة نانسي قنقر